ترجع فلاشباك لطفولة سبير صبري قولينا فاق أهم مميزاتها إيه؟ لا ما هو زي ما انت شفت في الفيلم يعني أنا نشأت في بيت فيه موسيقى فيه بيانو وماما بتلعب بيانو ووالدي غاوي ميوء مزيكا وهو أبويا كان شخصية اجتماعية كبيرة جدا يعني عضو مجلس إدارة في نادي السيارات وفي نادي الجوكي وكان عندنا خيل كان أبويا بيربي خيل وانا كنت أحب بقى وروح أشوف الحصان ده بلاقي فيه وفاة زي الكلب برضو بحس إن الكلاب لهم وفاة يعني جدا البيت فيه كتب ثقافة ومش كتب أي كلام يعني الكتب الضخمة الكبيرة للمؤلفين الكبار بتوعنا السينما غويين سينما أهلي كلهم غويين سينما فلما بنروح في الصيف ليه جد بيته يعني عمارة كلها ده بيت جدي فكنا كلنا حتى اللي العايشين في اسكندرية نروح نقعد في بيت جد سي السيد سي السيد أساس مهم جدا على إزاي الواحد يحترم دينه ويتابع وينزل صلاة العيد وصلاة الفجر وإحنا أطفال صغيرين كان معناها أن بعد صلاة العيد فيه العدية فيمكن ده كان الحافظ طبعا طبعا آآ كل ده فيلم ده فكار ترجمة نانسي قنقر